السلام عليكم بدنا نبدأ بإذن الله بهذا الفيديو بأمثلة على نهايات الجبرية أول إشي نبدأ بأمثلة بسيطة جدا جدا تنحل بخطوة لكن مهم أن تكونوا يعني عارفين اللي بصير أول إشي النهاية لما سين تقترب من الواحد للعدد كنت تعرفوا أنه نهاية لما سين تقترب من الواحد للعدد إحنا اتفقنا كنهايات بشكل عام وين أبلش؟ بلش بالتعويضة والإشي عشان تعرف شو النتيجة لعندك واتفقنا أنه النتائج بتكون ثلاث أول إشي يا بيكون عندي إيش اللي هو رقم فهون انتهى الحل رقم على صفر غير موجودة صفر على صفر انفينتي على انفينتي ناقص انفينتي بنسوي جميع الطرق اللي تعلمناهم في الخمس فيديوهات الماضية الآن خلينا نبدأ هون بنحكي هذا بدي عوض هل في مكان تعوض في السين؟ لا إذن عطول الجواب يبقى خمسة فدائما نهاية الثابت هو نفس الثابت انتهى الحل لأنه عدد نهاية السين لما السين تقتل من الستة بعوض مكان السين إيش ستة فيش اشي خلص سأطلع عدد إذن هاي النهاية الآن بمسك الواحد أول شيء بعوضه واحد تكعيب واحد ناقص ثلاث ضرب واحد ثلاث زائد أربعة على واحد تربيع واحد زائد واحد صح؟ الآن شو النتيجة؟ واحد ناقص ثلاث سالب تنين زائد أربعة تنين على تنين وهي واحد ما في مشكلة صح؟ عدد انتهى الحال الآن هون طبعا تخيلوا أنه هون إيش كان هذا بدل موجب أربعة أو بدل سين تكعيب حطيت سالب سين تكعيب مثلا سالب سين تكعيب شو بطلع عمدي أنا هون سالب واحد صح؟ سالب واحد ناقص ثلاث ايش بصير؟ سالب أربعة زائد أربعة كم؟ صفر صفر على اثنين هل هي قيمة مقبولة؟ نعم الصفر بإمكانك تقسمه على العدد ما في مشكلة فوطلع الإجابة صفر وهذا هو الجواب النهاية موجودة الآن تعوني يأتي مثلا هون نأخذ هاي فخلص خلينا نرجعها زي ما كانت بس هاي زي مثال نأخذ هذه يلا نعود واحد تربيع واحد ناقص واحد لهو صفر واحد زائد واحد اثنين صفر تقسيم اثنين صفر مرضو جواب رقم ما في مشكلة طب نأتي هون نعود اثنين زائد ثلاث خمسة دايما تذكروا انكم تعودوا اول خطوة على 2 ناقص 2 صفر خمسة تقسيم صفر حكينا هاي اللي هي المالة نهاية ليش؟ قسمتها على عدد صغير جدا لكن عطول من نحكي إذن إيش النهاية غير موجودة ليش؟ لأن المالة نهاية تعتبر ما قيلها قيمة محددة تمام؟ تتراوح قيمتها بتظلها تمشي للمالة نهاية ناخد هذه نهاية 4 صين تربيع ناقص 2 صين على 4 صين أول شيء منعوض 4 بصفر صفر ناقص صفر على صفر إذن هون أعطاني صفر على صفر طالما أعطاني صفر على صفر لأننا نبدأ بطرق التحليل أول طريقة أخذناها العامل المشترك فهون أنا هل في عامل مشترك؟ هكتب لكم اسم الطريقة اللي أنا طبقتها على اليمين فهون بتوقع أنه هستخدم العامل المشترك ليش؟ لأن أنا شايف فيه مشترك ما بين الأربع سين تربيع والاثنين سين وهو إيش؟ اللي هو الاثنين سين صح؟ فلو طلع اثنين سين عامل مشترك شو يبقى؟ أربعة تقسيم اثنين بيعطيني اثنين سين تربيع على سين بيضل سين صح؟ ناقص الآن اثنين سين تقسيم اثنين سين واحد كل هذا على شو؟ على أربعة سين والنهاية لما السين تقترب من الصفر الآن بختصر عندي أنا هنا سين وعندي هنا شو سين وعندي الاثنين فيها واحد والأربعة فيها كام؟ اثنين الآن خلينا نعوض بالباقي هل أنا عندي هون واحد ضرب يلا بمجرد ما اختصرت المسبب للصفر مين اللي سبب للصفر؟ مشتفقنا بقدر أجده من هون انقل الصفر لليمين بيضل نفس الشي له سين إذن السين هو المسبب للصفر أول ما تشوف حالك اختصرت المسبب للصفر الآن برجع بعوض مرة تانية فواحد ضرب صفر ناقص واحد اللي هو سالب واحد على اثنين صح؟ إذن هذا هو الجواب النحائي طالما وصلت لعدد نتوقف يعني كأنه أول شيء حلينا زيرو على زيرو بعد ما اختصرنا أصبحت رقم وانتهى الحال تعني نأتي هون أنا إذا شايفين عندي فوق عدد ناقص شيء تربيه إذن هنا فيه فرق وكم حد حدين وهذا فرق بين مربعين بس قبل ما أفكر زي هيك دايما عوضوا أربعة ناقص عوض الاثنين اثنين تربيه أربعة أربعة ناقص أربعة صفر على اثنين ضرب اثنين أربعة ناقص أربعة صفر إذن صفر على صفر فهنا أمكنني أني أعمل إيش طريقة اللي هو القوانين التحليل فهون فرق بين مربعين حكتب لكم أنه هون حامل فرق بين مربعين إيش كمان عندي تحت عندي عدد وعندي عدد وهذا مشترك فمكاني أطلع عامل مشترك وبرض إذن عامل مشترك أنا عادة العامل المشترك طريقة ممكن أستخدمها أي مكان لأنها دائما لما تطلع شيء مشترك بتبسط أنت الحدود اللي عندك فأربعة ناقص سين تربيه بروح بعملها تنين تنين صح؟ سين سين بس لاحظوا أنه عادة نحن نبدأ بالسين تربيه بس مش مشكلة أربعة صارت اثنين ضرب اثنين والسين سين ضرب سين سين تربيه الآن مرة سالب مرة موجب كل هذا على شو؟ لو طلعت الاثنين عامل مشترك يبقى سين ناقص تنين صح؟ قسمت اثنين سين على اثنين ضل سين وأربعة على اثنين ضل اثنين الآن شو ممكن أختصر أنا هون؟ لاحظوا أنا عندي السين ناقص تنين عندي هون اثنين ناقص سين يعني الاثنين موجب هون سالب السين سالب هون موجب نعكس كل شيء إذن لما أختصر شو بيعطيني؟ سالب واحد أنا رجعت أحط السالب على اليسار معاش إذا أي مرة من قبل حطت السالب على اليسار سامحوني يا جماعة هو أنا لحسني لحطتها على اليمين يمكن لأني نقلت على طول السالب واحد ماشي موخي مبرمج لما أكوني مركز بإشي مبرمج على أن السالب بيكون على اليسار الآن برجع بعوض لأنه إحنا لساتنا عند النهاية لما سين تقترب من الاثنين طلعنا هاي سالب واحد فهاي طلعت وجسة وسالب واحد صح؟ لا سالب واحد ضرب اثنين زائد تنين أربعة إذن ضرب أربعة على إش ثنين صحيح؟ ستطلع لي هي سالب ثنين وهذا الجواب الآن نروح على هذه نهاية سين تكعيب زائد 27 على سين تربيعنا أخصصها بلاحظ أن هنا في عندي جمع بين مكعبين وهنا عندي فرق بين مربعين صح؟ بعد شوي بتصير تميزوها عطول جمع بين إش مكعبين وعندي طرح ما بين إش مربعين طرح بين مربعين ماشي فالآن نبدأ بقاعدة الجمع بين مكعبين حكينا بروح بحط قوس صغير وقوس ايش كبير هدخلي شوي لهم وهنا قوسين صغيرين نفس الحجم هذا المين للتربيع نبدأ بالسين تكعيب زائد 27 بحط سين ايش عادة تضرب نفسه ثلاث مرات بيعطيني 27 اللي هو الثلاث والإشارة نفسه اللي هي موجب الآن بربع الأول فبنزل سين تربيع صح؟ زائد طالما هون زائد هون شو تصير ناقص عكس الإشارة الأول في الثاني اللي هو الثلاث سين زائد الثاني تربيع وهو شو تربيع الثلاث تسعة يا جماعة ممتاز نعم نروح على الحد اللي تحت سين تربيع ناقص سعة بفصل بعمله سين ناقص ثلاث في سين زائد ثلاث الآن باختصر لما اختصر شو بصر عندي سين زائد ثلاث و سين زائد ثلاث بروحوا مع بعض شو يبقى هون بروح بكتب طبعا بكتب نهاية لما السين تقترب من ايش من السالب ثلاث وطبعا نسيت انا اول خطوة اني اشيك هل هو صفر على صفر ولا لا سالب ثلاث تكعيب سالب سبع و شين زائد سبع و شين صفر على صفر بس لعلمكو انا جميع الامثل الان اللي معطيبكو اياه صفر على صفر عشانك انا احيانا يعني بعمل انه ما بسوي اول خطوة لكن انتو لازم تسويها لانه بالاختبار ما بتعرف شو اللي جايبين لك اياه فباجي هون وبعوض الان سالب ثلاث تربيع بتعطيني كم تسعة سالب ثلاث بسالب ثلاث برضو زائد تسعة زائد تسعة لانه احنا اتفقنا لما تعوض بالحد الباقي بطلع كلها رقام نفس الشي وهو ايش سالب ثلاث ناقص ثلاث اللي هو سالب ستة فبطلع الجواب سبع و شين على سالب ستة طبعا بقدر اختصر انا اللي هي كم تطلع 27 إذا قسمتها ثلاثة تعطين التسعة والستة عثلاثة تعطين اثنين فبتطلع سهالة بتسعة على اثنين نكمل هذا هذا الثلاثي حدود سين تربيع زائد سين ناقص اثناش فإيش بروح بحكي بحق أول قوسين اتفقنا إنه الثلاثي حدود عددين حاصل ضربهم اثناش ومجموعهم واحد إحتمالات الاثناش شو هي يا إما واحد باثناش يا إما اثنين بستة يا إما ثلاثة في أربعة مين منهم بديوا يعطيني واحد أكيد أقرب ثنين لبعض هم اللي هي يعطوك واحد الفرق بين الأربعة والثلاثة كم واحد إذن لأنه حكينا جمعهم أو طرحهم إذن القاعدة بتحكيلي حاصل ضرب اثناش والجمع واحد طبعا هذه الحالة الحالة البسيطة اتفقنا إنه لما يكون الألف يساوي واحد وهذه هاي برجعكم عليها هون كنا نحكي الثلاث حدود في حالتين حالة لما يكون الألف واحد هي عددين حاصل ضربهم الألف في جيم بس طالما الألف واحد يعني كأنه جيم وهي لأثناش والجمع با معامل السين واللي هو كان واحد الحالة الثانية لما يصير فيه معامل هنأخذ عليها مثال بعد شوي فهون إيش بروح بسوي الآن إيش بكتب السين تربيع بفصلها السين سين وبأخذ العددين اللي هم ثلاثة أربعة الآن بالنسبة للإشارات تفقنا إشارة الوسط هي إشارة الكبير العدد الكبير وهذه الإشارة إذا كانت سالبة معنا الإشارتين مختلفات أعطينا هون موجب معناه هون بعطي إيش سالبة كل هذا على السين زائد خمسة طبعا أنا مشكلتي أني ما شيكت أصلا أنه هل يعني الجواب صفر على صفر ولا لا فهتعن شيك أول شي السالبة خمسة إيش بتعطيني هون سالبة خمسة تربيع خمسة عشرين ناقص خمسة عشرين عشرين ناقص اتناعش شفته شفته كيف إني أنا غلطت رحت حللت وبلشت واعتبرتها صفر على صفر مع إنها هي أصلا إيش ما هي صفر على صفر سالبة خمسة تربيع خمسة عشرين ناقص خمسة اللي هي عشرين ناقص ناعش تمانية على سالبة خمسة زائد خمسة صفر إذن هذه النهاية مع لها غير موجودة شفته ليش لازم واجب عليك إنه اتعوض أولها بتريح راسك أنت ترى حتى لو وصلت لهون مثلا نعتبر أنك خربطت وبلشت تحلل تمام لما إجيت الآن أنا كيف اكتشفت إني غلطان لما إجيت بدي أكتب أكتب النهاية وعوض سالبة خمسة ما قدرت أختصر ولا إشي إذن اللي فوق ما فيه أصلا إشي اللي بيصفر فبالتالي عرفت إنه اللي فوق ما هيكون صفر ولو عوضت بعد ما إنت حللت لنفرض أنه بالاختبار خلص داعس وروح تأهش عطول بلشت تحلل بعدين رح تعوض سالبة خمسة ناخذ ثلاثة كم سالبة تمانية سالبة خمسة زائد أربعة سالبة واحد أضرب سالبة واحد سالبة تمانية أعطتك شو تمانية على بعدين سالبة خمسة زائد خمسة صفر فطلع عندك تمانية على صفر معناها إيش النهاية ما لها غير موجودة تمام فعني كويس اللي أنا أغلط عشان إيش أنتوا ما تغلطوا إن شاء الله نكمل هنا خلينا ناخد هدولة الثلاث مسائل بعدين نصور فيديو ثاني عشان ما أطول عليكم تعينا نشوف هاي اثنين سين تربية زائد خمسة سين ناخذ سبعة الآن حكينا في معامل للسين وهو ايش الاثنين فبروح ايش بسوي عددين حاصل ضربهم صح؟ اثنين ومجموعهم أقصد سوري حاصل ضربهم ألف في جيم اثنين ضرب سبعة أربعة فبديك عددين حاصل ضربهم أربعة ومجموعهم كم خمسة هلا الأربعة عش عبارة عن يا إما واحد ضربه أربعة او اثنين ضرب سبعة مين اللي مجموعهم أما تروحهم خمسة أكيد هذول فإذاً باخد الاثنين والسبعة بتروح لاحظة قبل ما أكتب أنا عشان هنا بيكون عندي أكثر اهتمالي يعني ممكن أحط اثنين سين هون وهنا السين أو العكس فعشان ما تخربطوا اكتب الصفر اللي أنت متوقع مش هذا السين تقترب من الواحد معنى أنا بكتب السين ناقص واحد ونفس الشي طبعا بالمقام هكتب السين ناقص واحد هذا أنا متوقع السين تربيه ناقص واحد هي سين ناقص واحد في زين زايد واحد هلا هون إحنا حكينا اثنين سين تربيه هي عبارة عن سين ضرب إيش اثنين سين وأنا قد اتطلعت انه الاحتمالين اللي عندي إيش هيكونوا الاحتمالين اللي عندي حيكونوا عبارة عن اثنين وسبعة صح حاصل الضرب يعني بدي اثنين وسبعة والمجموع شو اسمه اللهم صلى الله عليه وسيدنا محمد المجموع لازم يكون ايش خمسة فإحنا اتفقنا بحالة لازم يكون حاصل ضرب البعيدين هذا ما هذا وحاصل ضرب القريبين هم اللي بيعطوك هذول الاشي يعني حاصل ضرب القريبين اللي هو الواحد والاثنين هو اللي يعطاني الاثنين تمام ضايل حاصل ضرب مين البعيدين حاصل ضرب البعيدين لازم يكون كم سبعة إذن الاثنين والسبعة الأرقام اللي بيطلعوا عنا هون واحد منهم حيكون حاصل ضرب البعيدين والثاني حاصل ضرب القريبين أنا مش عارف مين مين لكن طالما أنا عندي أحد الصفرين فروحت كتبت هنا اثنين سين ضربت واحد باثنين أقصد واحد باثنين أعطاني اثنين الآن البعيد واحد ضرب إيش بيعطيك سبعة واحد ضرب سبعة فأنا عارف أني حوضت هنا شو سبعة وهذا إيش هيكون كإشارة سالة باثنين سين البعيد شو سيكون اللي هو إيش موجب ولا سالب عشان يعطيني موجب خمسة أكيد موجب لأنه موجب سبعة ضرب سين موجب سبعة سين سالب واحد ضرب اثنين سين ناقص اثنين سين موجب سبعة سين ناقص اثنين سين بيعطيني موجب خمسة سين وهو الحد الوسط الآن أنا بقدر أروح وألغي هذا مع هذا الآن ضل للنهاية لما السين تقترب من الواحد بعوض هنا واحد فإذن هاي النهاية لما السين تقترب من الواحد فشو بتطلع الإجابة 2 ضرب 1 2 زائد 7 9 على 2 ممتاز طيب تعني أخد هذا مثال آخر عشان نثبت وهذا حيكون آخر مثال شو اسمه الفيديو هذا ان شاء الله هون عندي 55 تربيع زائد 60 زائد 1 هذا مر معي قبل حيك لكن خلينا ايش نعيده وانشحط للنهاية لما السين المفروض كتبت النهاية لما السين تخترب من ايش هلا اتوقع انه هنا النهاية لما السين تقترب من السالب 1 تمام والله اعلم فنشوف نعوض اوش السالب 1 نتأكد سالب 1 تربيع 1 بخمسة خمسة سالب 1 بستة سالب 6 زائد 1 فبصير 5 ناقص 6 زائد 1 اللي هو صفر على 3 في سالب 1 تربيع 3 ناقص 1 له 2 ناقص 2 صفر فإذا هاي بتطلع صفر على صفر ممتاز فهون بدنا نحلل اول شي خمسة تربيع زي ما اتفقنا هو عبارة عن اول شي خلينا نحط صراحة بروح بحط الجذر الاول هاي السين تقترب من السالب 1 بروح بحط هون سين زائد 1 ممتاز وبعدين ايش اه نفس الشي هون بحط سين زائد 1 للمقام هلا لاحظوا طالما انا هون سميت سين زائد 1 فانا بدي اول شي عاددين حصل لهم شو اول شي تعلموا بمسك الخمسة سين تربيع الخمسة سين تربيع هو عبارة عن ايش سين ضرب ايش خمسة سين انه هون انا عرفت انها خمسة سين ثلاثة سين تربيع هو عبارة عن شو سين ضرب هون ايش يحط ثلاثة سين طيب ممتاز ضائل بس هذا العدد اللي هون ممتاز هلأ واحد ضرب ايش بيعطيني مين واحد أكيد واحد وواحد ضرب ايش بيعطيني اثنين لأنه لاحظوا أنا السين ضرب خمسة سين لازم تعطيني خمسة سين تربيع والحد الأخير ضرب الحد الأخير الواحد ضرب واحد لازم يعطيني ايش الواحد هو النس الشي واحد ضرب اثنين لازم يعطيني ايش اثنين صفة إذن يعني كأني ما عملت أي إفورت ضل بس نعلم في الإشارة الإشارة بعرفها من ضرب البعيدين زي الضرب القريبين يعني حتى ما سويت يعني هون أنا راح تفصلت فحتى هاي لوم حناها هون أنا هاي بسويها متى يا جماعة هذه العملية بسويها لما ما يكون عندي لما ما أكون عارف أحد الأقواس لكن هون طالما أنت عارف سين نقص واحد السين مش هون اتنين سين تربيع فالسين هون اتنين سين وطالما أنه هون حطت واحد سبعة ضرب واحد بيعطيني فهاي حطت سبعة فإذا ضايل الإشارات لأضرب البعيدين سين ضرب واحد سين هون مش عارفش إشارتها موجب خمس سين هاي اللي عارفها لأنه هون معروف الإشارة فموجب خمس سين زائد إش اللي يعطيني ستة سين لازم يكون هذا برضو موجب عشان يصير موجب سين وموجب خمس سين وموجب ستة سين هون سين ضرب ثلاث سين تربيع موجب واحد ضرب إش عشان أنا الآن بدي أحصل موجب سين عندي هون ضرب القريبين موجب ثلاثة سين ضرب البعيدين اتنين سين لازم يكون بالموجب ولا بالسالب أكيد بالسالب عشان يطلع السالب اتنين سين عشان لما تطرح ثلاث سين نخص اتنين سين موجب شي يعطيني موجب سين إذن هذه عملية ايش طرح فالآن بروح باختصر السين زائد واحد مع السين زائد واحد وبعوض النهاية الأخيرة اللي هي عند السالب واحد فلو عوضناها ايش بطلع عندي طبعا دايما اكتبوا النهاية بكل خطوة سالب واحد ضرب خمسة سالب خمسة زائد واحد اللي هي سالب أربعة على ثلاث ضرب سالب واحد سالب ثلاث ناقص اتنين اللي هي سالب خمسة فبطلع الإجابة أربعة على خمسة ممتاز أنا متى بأشيل النهاية بعد ما عوضها بأشيل كلمة النهاية فأنتوا تعودوا النظام دائما وابدا بكل خطوة يحط النهاية ليش؟ ما بدك تعطي اللي بيصلح اي سبب لانه ايش يخصوم لك اي علامة ما بتعرف في منهم بيسامحوا في منهم ما بيسامحوا لا أدري كيف النظام هناك لكن عشان انت تكون بالسليم دائما يكتب النهاية بكل خطوة لما تعوض النهاية ما بتكتبها لان هذا آخر مثال قبل ما نخلص هذا الفيديو سين أس أربعة ناقص سين تربيح أنا عارف انه فيه مشترك هون وحتى تحت فيه مشترك برضو هون نسيت أكتب السين تنتهي عند ايش أكيد عندي الواحد هون فمناخذ الان ايش فيه مشترك ما بينهم سين تربيح شو يبقى سين تربيح ناقص واحد صح؟ على ثلاثة مشترك بضل سين ناقص واحد صح؟ اذا انا اتفقت معكم انه اكتب الطرق فهنا ثلاثي الحدود صح؟ وهذور كلهم ثلاثي الحدود فخليني ايش نسخها هذا برضو ثلاثي حدود وهذا ثلاثي حدود وهذا برضو فرق بين مربعين كان هون فرق بين ايش مربعين هون عندي أنا ايش؟ عامل مشترك وبعدين فرق بين مربعين اذا عامل مشترك وفرق بين مربعين الآن منروح ايش بنسوي؟ طبعا هون بكتب النهاية لما سين تقترب من الواحد سين تربيح ناقص واحد شو بتمثل؟ سين ناقص واحد في سين زائد واحد وهنا عندي سين تربيح هاي النهاية لما سين تقترب من كامل واحد كل هذا على ثلاثة في سين ناقص واحد ممتاز؟ الآن بقدر الآن اروح ايش اختصر اللي بدي اياه فالسين ناقص واحد بتروح مع السين ناقص واحد شو يبقى عندي يا جماعة؟ يبقى عندي سين تربيح بعوض فيها واحد تربيح واحد ضرب واحد زائد واحد اللي هو اثنين فالجواب اثنين هذا حيكون نهاية هذا الفيديو بالفيديو القادم هناخد أمثلة أكثر وأنا أتوقع يلا أنتوا يحكولي طلعوا بهذا تأملوا فيه شو بتتوقعوا إنه يكون طريقة حلو إذا أنتوا تختبروا أنفسكم أنا ما ححكي شو الطريقة اللي حين عليه هنبدأ حلو بالفيديو القادم فشوفوا وإذا بدكوا اكتبوا لي بالكومنت أو إنه حلو وقارنوا إجابتكو بالإجابة اللي حاصلها اللهم آكم يا جماعة اشتركوا في القناة